السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه رب الجميع ان تكونوا بخير وفي احسن حال درس النهاردة ان شاء الله درس جديد معانا كم حاجة بإذن الله هتعجبكم جدا تمام اولها معانا موقع ان شاء الله هيفيدكم بشكل كبير جدا وهيسهل عليكم حاجات كتير بس خلونا الاول نتكلم عن درس النهاردة هيكون عن ان احنا هنصمن لمولتو تمام التصميم هيكون مش سوشيال ميديا لا احنا النهاردة هنتكلم في الاول دور مثلا خلينا مثلا هنقول ان احنا هنعمل النهاردة دزاين للبيلبورد ومسلا الاستاندات او حاجات زي كده يعني حاجة كده تكون مختلفة شوية عن السوشيال ميديا طبعا مش هنطول كالعادة بإذن الله الموضوع بسيط في كم خطوة مش هيخضوا معانا وقت كالعادة زي ما متعودين خلينا الاول نبتدي بالموقع اللي انا كلمتوكو عليه في بداية الفيديو طيب مبدئيا كده انا لو رحت على جوجل وكتبت فوق هنا جيت بي لا اسف جيت بي ان جي او جي اي تي بي ان جي دود نت تمام ده موقع لسه جديد موقع ممتاز جدا في ان هو بيديك كل الصور بي ان جي مقصوصة جاهزة من غير مطقص من غير ما تتعب نفسك كمان مش بس كده كل الصور الموجود عليه بتكون صور مدفوعة يعني حاجات بتكون اصلا مع ملاحق بلود من مواقع تانية مدفوعة فيها فلوس وانت بكل بساطة هتقدر تحملها بلاش فطبعا احنا هنستخدم الصور اللي نشتغل عليها النهاردة من الموقع ده تمام بدايا الموقع هو بس بيطلب منك في البداية او بعد اتنين ده ولود مثلا ان انت تعمل اكاونت بس يعني هو كل اللي انت بتحتاجه ان انت بتخش تسجل تمام هنا كده هتكتب اسمك بعد كده الالكتروني بعد كده الباسورد بعد كده بتخش بتلاقي تمام بعد كده فيش اي مشكلة بتقابلك خالص ده ولود مفتوح يعني مش بعد اتنين ده ولود او ثلاثة ده ولود هيبدأ يقولك ان انت لازم ان تشترك لما فيش الكلام ده تمام فخلينا نخش سريعا على الدزايد هفتح الفوتوشوب بتاعي بالشكل ده وخلينا مثلا هشتغل على المقاس اللي هو ده طبعا انا هشتغل بالبيكسل وده طبعا مصصح يعني المفروض انا لو هشتغل او الدور يبقى بيشتغل بالسنتيمتر لكن عشان خاطر احنا مش عايزين نتقل الدنيا معانا كده فنشتغل بالبيكسل خلينا مثلا هنشتغل على المقاس ده اللي هو الفين في الف ومية فريزوريوشن مية مثلا طبعا ده لو الناس ايه اللي عندها اجهزة ضعيفة شوية يعني خلينا نقول ان ده يبقى كويس معاجد فخلينا نعمل اول خطوة هنروح كده كل اللي طبعا الملحقات والحاجات دي كلها هسيبها لكم في ديسكريبشن كالعادة زائد كمان ان انا هسيب لكم لينك الموقع في الديسكريبشن برضو في الاول عشان الناس ماتتوشي تمام فخلينا نخش اول حاجة انا جبت الصورة دي من جوجل قصتها وخليتها لكم جاهزة بالشكل ده عشان ما تتربوش نفسكم فانا هاخدها معي على المقاس وهتأكد ان انا عامل convert to smart object قولن ده عشان خاطر لو كبرنا او صغرنا الصورة ماتبكسلش مننا تمام هبدأ ازبط الشكل المنتج هنا مثلا في النص كده ويكون واقفة تمام هدوس وهشد كده بكليك عشان اعمل copy من اللاير بتاعته تمام وهنزل باللاير بتاعته تحت كده على اساس ان انا يعني هقرر وهصغر شوية وهخليها انها خارجة من وراها بالشكل ده برضو alt تاني وهشد كده وبالكريك من فوق هقلب بالشكل ده تمام طيب هروح للموقع كده وهنا هكتب شوكلة او شوكولاتة على حسب طبعا لو في عندك مشكلة في الانجليش عندك هنا الاستاذ الكبير المترجم بتاعنا مثلا لو انت مثلا انا تشتغل على شوكولاتة تكتب له شوكولاتة تبدأ تاخد الكلمة كبرى الناس اللي هي بتعرفش عن ايه تسرش صح فانت جوجل ترجمة طبعا غنى عن التعريف هيساعدك كتير في الموضوع ده لو انت عندك مشكلة في الانجليش هبدأ اكتب زي ما انتم شايفين عندنا تازح حاجة بشكل كويس طبعا احنا هنشتغل على الحاجات الطائرة الحاجات اللي فيها لقطة او فيها شكل كويس فخلينا مثلا هاخد الشكل ده طبعا انت لما بتفتح الستوك مثلا او الصورة اللي انت هتاخدها لو دخلت كده هنا في ميزة كويسة جدا هتلاقي ان في اليمين هنا هو منديك ثلاث مقاسات اللي هو السمول والميديم واللارج طبعا دي يعني حاجة كويسة وممتازة جدا عجبتني طبعا انت هتشتغل دايما على الارج طبعا وبعد كده هتقول له ده ولود هيبدأ يديك الصورة بالشكل ده طيب لو بصيت كده وفتحت الصورة هتلاقي ان الكواليتي بتاعتها عالية جدا 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 وممتازة يعني ما فيها اي بكسرة ولا فيها اي مشاكل فخلينا هاخد الشكل ده الاول كده صغروا عشان هو ده الشكل اللي انا هخرج منه التلات صور اللي انا عملتهم في الاول بس في حاجة مهمة هنا عشان انا محتاج مثلا ادخل التلاتة يكونوا جوا طيب انا همفروض هعمل ايه هنا في الخطوة دي انا خليني اخفي تلات صور دول دلوقتي تمام وكنترول زائد كده او بلاس هعمل زوم شوية عشان اقرب طيب انا المفروض عشان اخلي المنتج بتعملته يكون من جوا تمام انا محتاج خليني الاول اجيب الشكل ده انا محتاج اقص الجزء ده كده او تمام ده كله كده يكون يتقص عشان خاطر لما حط الصور ابدأ اخد الشكل ده احطه فوق الصور فايبان ان الصور دخله جوا او المنتج طريب من جوا طيب خلينا نشتغل عملي تمام هجيب البنتول ركزه بس انا بقص من يل اهو حتة دي كده يعني ما دخلش جوا ولا اخرج بره حاولوا تزبطوا اديكوا على الشكل بالزبط فانا خلينا اقص سريعا بس عشان وقت الفيديو تمام طبعا انت حاول تزبط اديك عشان ما تقابلش مشاكل خالص كمان في الفيديو ده ان شاء الله في الاخر هنتعلم ازاي نعرض شغلنا بشكل كويس على الموكب مثلا يكون شكل احترافي كده يظهر شغلنا زي ما احنا شفنا في الصورة ان شاء الله برضو بدون اي يزعج ولا مشكلة طيب خلينا اهو انا قصيت الجزء اللي فوق اهو 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 كنترول انتر عشان اخد كوبي من الجزء اللي انا قصيته ده اللي هو كنترول جي اركزه معي اهو انا قصيت الجزء ده طيب هبدأ اظهر اللي يراج بتاعتي اللي هي بتاعت المنتج اخدوا بالك وركزوا معي الجزء اللي انا قصيته اهو هشد اللي يار بتاعته الفوق خالص بالشكل ده فيبان معي ان المنتج ده مولتو ده خارج من قلب اهو شايفين خارج من قلب الشوكولاتة يعني فخليني ازبط الشكل كمان هقولكو على طريقة تعمل افكت سهل وسريع جدا على كلمة بتاعتك ستايل يكون شكله حلو ولزيز كده تمام فخليني اصغر كل الكلام ده شوية تمام فخليني اروح للموقع تاني سريعا كده نشوف شكل يكون لزيز تاني مثلا هاختار الشكل ده ومنساش اعلم على الارج هنا كده وهعمل هيبدأ يعمل معي دولود بالشكل ده اهو تمام انا هاخد الشكل ده بس هحتاج منه الجزء اللي في الاخر ده طب ليه عشان انا محتاج ابين ان الشوكولاتة صيحة اكتر تمام فهبدأ ازبط اهو الشكل بالطريقة دي طبعا لو بصينا هنا هلاقي ان في الجزء اللي فوق ده فيه زي جزء حاد كده محتاج يتنعم فانا هاخفي الجزء اللي فوق ده الاول تمام واجه عند الجزء اللي هو تحت ده هجيب الاستيكا وابدأ اناعم كده الجزء الحاد اللي تحت ده عشان يبقى مدموج اكتر في الشوكولاتة اللي صيحة على الارض دي وبعد كده هظهر الجزء اللي فوق وابدأ اناعمه بالراحة جدا بالشكل ده تمام فخلينا نرجع كده نشوف هنلاقي ان الدنيا بدأت تضبط اه طيب هارجع تاني للموقع وابدأ اشوف مسلا حاجة تكون شكلها كويس مسلا عندنا مسلا الشكل ده هعمل له ده ولود بس برضو منسيش اعمل او اعلم على الارض هبدأ اهو هاخد الشكل ده وهرجعه او هخليه يكون ورا خالص طبعا لو انت حاسس ان الموضوع بدأ يكون زحمة وكده وانت مش حابب تزود الحاجات دي براحتك تمام في الاخر بترجعلك فانا بس عايز احسس اللي هيتفرج على ديزاين او هبص على ديزاين الشوكولاتة كتير جدا في المنتج وهو ده يعني ايه الرسالة المطلوبة يعني ان هما مفروض قايلين في اخر حاجة للمنتج ده مش شوكولاتة بتاعته محشية اكتر وبازس خالص والكلام ده كله يعني خاليني ارجع اهو هصغر بس الشوكولاتة نفسها مش المنتج عشان برضو يكون التمركز البصري بتاعي ميوجود على المنتج اكتر من الشوكولاتة اللي حواليه طيب خاليني اقول تمام كده الشكل وهبدأ اعمل جروب لكل الكلام ده اهو كنترول جي بعد اما اوقفت على كل اللي يارات هيبدأ يعمللي جروب كده طيب هاجي عند البيجراوند بقى هاجي هنا هقف هنا كده على كلمة باكجراوند وهدوسها على الدايرة اللي في النص دي بعد كده وبعد كده كليك على شكل الشوكولاتة مسلا في الجزء الغامق قوي مسلا منها اغنقه كمان شوية بالشكل ده واقول له اوكي هعمل من هنا كده وهاجيب البراش وهدوس على المكان ده مسلا بعد كده كليك وهاجي عند المربع ده هزود اللايت بالشكل ده بس هاختار الخفيفة اهو وكنترول تي وهبدأ واقبر الشكل ده كمان يولير مرة كمان وهاجي عند المربع ده هزود كمان لايت اكتر وهبدأ كنترول تي واقبر وافضل ايه لحد مادي شكل كويس بالطريقة دي طيب هرجع للصور اللي معي وهشوف انا معي ايه انا معي الباترين ده خلينا اضيفه برضو اهو لو جينا هنا كده هنخليها مثلا اخر واحدة ما زبطيتش طيب نشوف المالتي او كالر بيرن مثلا كويسة خلينا اقبر اهو بالشكل ده خلينا كمان حاجة بسيطة جدا خلينا كمان اعمل لها بلور مثلا حاجة خفيفة اهو واقل كمان اللي بسيط شوية تمام طيب خليني اعمل شايدو مثلا للشوكولاتة تكون حاجة خفيفة اعمل يوليرا اجيب البراش اللون الاسود كنترول تي اجيب الورب حاجة تكون يعني ايه مش اه اه حاجة بسيطة قوي يعني طيب تمام خلينا نرجع للصور تاني هبدأ اشوف ايه اللي معايا شكل الدايرة اللي هي اللايت المنورة دي هبدأ اخدها كده طبعا دي حاجات بتعمل شكل الجمالي بس او بتدي شكل كويس للدزاين اهو تمام ويرجع للصور تاني هشوف ايه اللي معايا هاخد مسلا من اللايت اللي هو ده ده هخليه فوق خالص الشكل ده كده هكبره شوية بس برضو هحاول اخف الدينة دي كلها اللي عزيز برضو ايه ان العين ما تكونش مركزة مع الحاجات دي كلها اكتر من منتج نفسه هعملها سكرين ممكن اعلل عادة فيش مشكلة تمام هجيب الاستيكا هحاول امسح الحاجات اللي هي اللي هي تكون فوق على اساس ان ايه تحس ان اللايت جاية من ورا لقدام يعني اهو ممكن نعلل عادة بستي شوية بالشكل ده تبقى انت عملت شكل كويس جدا في خطوتين يعني هو انا مش حابب بقى اعود اقول لك على تلز بقى وحاجات واوديك هنا واجيبك هنا وفي الاخر تيتوه مني لا 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 ما بحبش الموضوع ده خالص في كل دروسي تقريبا انا دايما بحب ببسط الامور وبتطلع بنتجة كويسة بفضل لله يعني فخلينا اقول ان احنا كده اوكي كويس جدا تمام خلينا كمان نروح على الخطوة بتاعة اللي احنا قلنا عليه طبعا ده ملف اهو موجود برضو او موجود بس ده فانا هفتحه كده ركزوا معايا في الخطوة دي جدا انا هروح الفوتوشوب الاول وهكتب الكلمة بتاعتي اللي انا عايزها مثلا انا استخدمت كلمة او سلوجان غرقانة تمام الشوكولاتة فخليني هختار الفونت ده طبعا في ناس كتيرة جدا سألتنا على اسمه الاسم بتاعه موجود منه البولد وموجود منه كل الايه رفاية عالتخين المتقصد كل الكلام ده فخليني هختار ادخن حاجة فيه هجيب اللون الابيض تمام كلمة شوكولاتة سقرها طبعا انا جيت عند الغين والراه دي ما عجبتنيش فانا رحت اعمل كده واخدهم كده ورحت اقلت وشادت كده عشان اعمل copy ورحت احاطت الحرفين دول لوحدهم كده تمام هنزل كلمة شوكولاتة تحت هاجي عند الكلمة دي او الحرفين دول هعمل راسترايز كنترول تي واجيب الورب وبعد كده هبدأ اطول في الراه بالشكل ده او في الراه بالشكل ده تمام وابدأ ازبط هنا كده كمان برضو ممكن لو انا حابب اعدي الحاجة هنا ممكن اعمل راسترايز وبردو نفس الموضوع اهو بس ما اظنوش يعني ان هنا مش محتاجين شغل كتير فخليني اقول اوكي في حد هيقول ايه طب هي بكسلت وكده والتعديل ده بيبوز الكلمة اقولك احنا كده كده لسا رايحين على الالستريتور وهقولك تعالج المشكلة دي ازاي خلينا بس ايه نكبر كده وبعد كده كنترول ايه عشان اعمل ماريج وبعد كده كنترول يو عشان اخليها لونها بالاسود بالشكل ده طيب هروح عند الالستريتور راكزوا معي بقى في الخطوة دي انا هشد كلمة بتاعتي على الالستريتور بالشكل ده ولو جيت هنا شايفين كلمة image trace دي انا لو دست عليها هيجيب لي الاختيارات دي كلها خلينا اختار تاني اختيار من فوق كده بدأت اي بكسلة في الكلمة اتشال اهو كلمة بايت فيكتور معايا تمام لو جيت عندي الاكس باند فوق هنا كده وروحت جاي عند حرف الواي من الكيبورد عشان اجيب الماجيك وهدوس كليك على الابيض كليك شمال كده على الابيض وهدوس delete من الكيبورد هيقوم وفرغ لي الكلمة بالشكل ده طيب هاجي عند السهم ده وهروح عند كلمة ويندوز او ويندو فوق وهلاقي حاجة هنا اسمها graphic stylus طبعا هي منفروض ان هي مفتوحة قدامي بس انا هخفيها لكم اهو لو دست عليها هنا كده هتزهر طيب انا عن المفروض هعمل ايه هنا ركزوا معايا هدوس كليك على 3d او effect الموجود فوق اهو دوس او واحدة بالشكل ده وهاجي عند الشكل اللي هو graphic stylus ده اللي هو يعني ايه ضف لي effect ده في المربع او في graphic stylus اللي عندي في illustrator فهعمل كده هينزل لي style اهو طيب انا هروح واقف على الكلمة هنا كده وهشيل منها اللون الاسود او اي effect معمولة على الكلمة او اي لون بمجرد ما دست على المربع اللي انتو شايفينه ده مربع الابيض اللي عليه خط احمر ده هدوس كده هيقوم خفيل الاسود وهدوس click بس على ال style اللي انا حطيته فهيقوم بديه للشكل اللي انتو شايفينه طبعا شكل ممتاز جدا 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 هروح واخده معايا على photoshop فهتبقى معايا بالشكل ده تمام هاجي هنا بس هدوس click عشان هي vector هتبقى تقيلة معايا شوية فهعمل convert وده هيحفظ دي برضو على quality بس هيخفيل الدنيا شوية هشيل بقى الاسود اللي ورا ده خلاص ما بقيتش عايزه هاجي هنا كده هصغر كلمة بتاعتي او بالشكل ده ده انا حابب اعواجها اقلبها بالشكل ده شوية براحتك يعني فخلينا اقول اوكي على كده هبدأ كل الكلام ده هخليه في النص شوية تمام هروح للصور اللي معايا هشوف انا نقص لي ايه نقص لي اللوجو تمام اهو هروح واخده معايا هنا كده هبدو اصغره شوية اهو اهو تمام هعمل له كونفيرت وكل حاجة انت بتشدها دايما نتأكد ان انت عامل كونفيرت عشان ما فيش حاجة تباكسل منك طيب هعمل بس سنة بيفل كده في اللوجو اهو طبعا لو انت عايز تزود اهو كده براحتك اهو خليني كمان ادوس كنترول جاي من الكيبورد عشان اعمل كوبي اهو اركزوا معايا انا هدوس سهم تحت وجنب شوية اهو وهخلي اللون اللي تحت يكون بروساسي يعني سيلفر كده شوية وهعمل دروب شادو بالشكل ده فهيديني شكل لذيذ كده في اللوجو حاجة بسيطة قوي يعني تمام هرجع اشوف الصور اللي معايا يا رب ماكنش ناسي حاجة زي ما بنس كل مرة فخالين اقولي ان كده تمام طيب هبدأ اطلع فوق خالص بقى وهاجي مثلا عند الكلر لوك اب وهاجي مثلا اشوف هنا اه مثلا نجرب ده خليها مثلا المالتي هقلب الغزتي طبعا ده موجود كده كده في الفوتوشوب يعني مش حاجة انا ضايفها هاجي مثلا عند البرايتنس بردو كنتراست وهبدأ هزود كده يعني مش هنزود حاجات كتيرة قوي خليني كمان هاجي عند الكلر بلانس ونشوف كده ممكن نعمل ايه يعني طبعا مش عايز الموضوع يخش في الاحمر خالص شادوز مثلا طيب خلينا عملهم جروب كده واشوف الفرق طبعا فرق كويس خلينا اقول اوكي كده تمام يعني قريبا انا خلصنا ديزاين زي ما قلنا في كلمتين او في خطوطين او في ايا كان يا رب يكون الشرح بسيط طيب خلينا بقى نبدأ نعرض او نحط الصور او الديزاين بتاعنا في موكب كده او موكب كده او موكب يكون حاجة كده ايه كويسة يعني تبين شغلنا خلينا هعمل سيف لديزاين مثلا وهفتح الموكب ده انا مجمعه يعني المفروض ان البيل بورد ده الواحده ده الواحده ده الواحده طبعا انا هسيب لكم البي اس دي بتاعه مجمع كده طيب ركزوا معي انا هقف اول حاجة عند البيل بورد ده هاجيب الماجيك وهدوس كليك كده على الابيض اهو كنترول جي عشان اخد كوبي من الشكل ده وهروح عند الديزاين بتاعي اهو و كنترول قلت جي عشان ادخل الديزاين جوه اللير اللي انا خدتها كوبي وهبدأ اصغر الديزاين بتاعي بالشكل ده طبعا شكلها ممتاز جدا يعني طيب هنا المفروض ان المقاس هنا هيكون واقف مش معاس نايم تمام فخليني مثلا هرجع الديزاين بتاعي خليني مثلا هقبر الجزء ده من فوق كده تمام كل اللي انا هعمله انه هشيل اللوجو اهو اهو مثلا يعني بس مش عايز يكون في اختلاف فاهو هروح قصص اهو هقل المقاس بالشكل ده وهعمل سيف اهو وهرجع للمقاب بتاعي اهو برضو نفس الموضوع هجيب الماجيك و كليك على الابيض كنترول جي وهنا برضو اهو عشان ااخد كوبي من الابيض هنا ومن الابيض هنا طيب حاجة عند الديزاين بتاعي اهو اصغر كنترول ألت جي كنترول بقى وهبدأ اشد جزء اللي فوق ده من هنا كده ومن هنا كده اهو عشان ما تجيش تدوس كنترول ألت جي تلاقي الدزاين اختفى او راح في اي حتة انت لازم انت تكون وهي فوق اللير البيضة اللي انت هتدخل الدزاين بتاعك فيه اهو وكنترول وهبدأ اشد الاجزاء دي كده بس كده طيب خليني اجي عند البيضة اللي تحت خالص البيضة دي تمام وهاجي هعمل سولد كالر واخد من نفس الارضية اهو هقلل خالص بالشكل ده بعد كده نيولير وبعد كده البروش بعد كده هغير اللون ده مثلا الشكل فاتح شوية بعد كده كليك بعد كده هكبر بالشكل ده تمام اللير كمان وهروح اعمل لايت تانية هخليها تكون تحت بالشكل ده على اساس انه هنعكاس يعني اللير كمان وهروح مغم كلام ده على اساس الشادو بقى والشغل اللي انتو عارفينه ده بس هقلل بس اتي شوية ما يكونش اوفر عشان يديني النتيجة اللي انتو شايفينها دي طبعا والله انا اكتر حاجة مركز عليها ان انا مطولش في الشرح وان انا اتكوش بكتر التفاصيل اللي ملهاش لازمها فخلينا اقول ان انا كده تمام جدا هبدأ اقبر بس الشكل ده شوية هرجع للديزاين اللي انا خلصته اهو وهروح نضيفه هنا كده في الاخر اهو وهكبره مثلا بالشكل ده على اساس ان يكون الديزاين زي ما هو كامل والديزاين بالموك أب بتاعنا وبس كده يا ربي يكون اعجبكم مستنى رأيكم في الكومنتات ما تنسوش انا كل الفارق معي والله في القصة دي كلها ان انتو تقولولي كومنت ان المعلومة وصلتكم ان الدرس يكون بسيط لان انا والله بحاول بقدر الامكان مكونش بطول عليكم او بخش في تفاصيل ملهاش لازمة مستنى رأيكم مرة تانية واشوفكم على خلف الدرس الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته